تسأل عن عملية شفط الدهون من البطن إذا كانت مؤذية فمن الناحية الشرعية تقول هل يجوز هذه العملية مع دكتور أو دكتورة أختي أم محمد من العراق بارك الله فيك بالنسبة لي مسألة يعني عمليات شفط الدهون الأصل فيها الجواز الأصل فيها الجواز خاصة أن هناك من الناس من يعاني سمنة مفرطة وما نفع معها يعني ما يسمى بالرجيم أو بالحمية أو بالرياضة مثلا وهذه تؤثر على يعني وظائف جسمه تؤثر على تنفسه على نومه مثلا تؤثر على عمله على علاقاته مثلا فالأصل الجواز بشرط أن لا يكون هناك ضرر فإذا كان هناك ضرر بمعنى أن قيل بأنك أنت بعد دراسة حالتك من خلال أخذ عينات من خلال يعني كشوفات معينة قالوا أنت على خطر ما يجوز يعني قالوا مثلا نحن سنجري العملية لكن نسبة كبيرة جدا ممكن تتأذين ما يجوز لأن الله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قل جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم والقاعدة في الشريعة لا ضرر ولا ضرر لا ضرر ولا ضرر ولذلك ما يجوز يا أخت الفاضل أما تقول الله الحمد لله نسبة كبيرة جدا 95% نجاح بالتجربة مثل حالتك ما في بأس تجرينها عن طبيب بارك الله فيك إلا إذا لم يوجد إلا طبيب وأنت مضطرة إليها يجوز بشرط أن لا يكشف إلا عن الموضع الذي يحصل فيه شفط الدهون